مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من خمسة وعشرين كتاباً وخمسة وثلاثين باباً سيجاريين أرد من الشرف إن شاء الله في المجالس يدفدون نهاد ربي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها ثمثاً السلام عليكم ورحمة الله وقيد المجلس رقم أحداش من مجالس شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب البغدادي السجم يا رضي ربي أن نهضر في سن الأمر لما رمزوا له تظلثني العيد السن العيدة صلاة العيدين ونهضر في صلاة الخسوف نغ الكسوف لأنه في المصطلح يعني مادة مشتركة في المقاصد والمعاني ذا شو دينا المصنف عبد الوهاب البغدادي فإن يعني باب صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لا إذا مشتوح أو كذل عيد القرآن إِنَّدْ وَصَلَاتُ الْعِيْدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَ طبعاً طريقة المتم النثري طريقة مختصرة مختزلة خير الكلام ما قل ودل خيري مسلاين لمعاني أطاس إِلَقْصُدْ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ فَشَرْعِيثِ إِجَعْنَانْ فَظَلِيثِ لَعْيُوْذَاثِ وَصَلَاتُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَ ووقتها إذا أشرقت الشمس مباشرة يأتي بالأحكام بهذه الطريقة نقرأ المتن بعد ذلك ندير شرح منهجي لأحكام صلاة العيدين وصلاة العيدين سنة مُؤكَّدة ووقتها إذا أشرقت الشمس وسنتها المصلى أي تؤدى في المصلى دون المسجد ممكن الإنسان يفهم بالمصلى أيضا ينصرف إلى المسجد في الحديث وَجُعِلَتْ لِيَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَغُورًا كما يصح أيضا المعنى المقاصدي بش أغدف جنبي عليه الصلاة والسلام أندذ ظلظ جوز أندذ ظلظ وثاقي نعم من نعم الله التي حاب بها الله رسوله صلى الله عليه وسلم وسنتها المصلى أي خارج المسجد دون المسجد هذا من السنة ولكن أداؤها في المسجد يصح يجوز فظلث العيد ما ظل أن تسمى الظلان ذي فران ذي فران ذي الخلا ذي الساحات المسجد من الساحات العامة كما يحصل أن في بعض المناطق ذي الملاعب كل ذلك جائز وهذا من السنة أي غر خطر فظلث العيد وذي الفرحة ودفن فرحة المسلمين وإلى آخره ومظهر من مظاهر السعادة والفرح أدفنت خارج المسجد ولكن ما إلا إلى العذر لا حرج تؤدى طبعا في المساجد وسنتها المصلى دون المسجد إلا في حال العذر أثني ذريث إلا في حال العذر وكلمة العذر كلمة تستغرق مسائل عديدة العذر ذي فور كذان الظروف المجتمع إلى آخره إلا في حال العذر وبعدين إلى أن يقول ويستحب في الفطر الأكل قبل الغدو من باب الاستحباب يريد أن يهضر في السنة يهضر طولة في الاستحباب يستحب يقول مريف فغ يعني ذي العيد ثم شطوحث عيد الفطر أذي يتشق فلا ذي فغ أرزالي أي غار خطر كان صائما إلا يزام أقول رمضان أقول رمضان كل ليلة توج شهر رمضان بالعيد عيد الفطر يعني أذي 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 الجائزة إن شاء الله جميع الصائمين ولكن من باب الاستحباب باش أذي مخلف أكذوسا الرمضان وجه العيد أذي يفطر قبل الغدو يعني قبل الذهاب إلى صلاة العيد وهذا ما تأكد في جميع السنن مما ورد في هذا الباب في كتاب الموطأ حديث في هذا الباب حديث رقم أربعمائة واثنين وثلاثين هذا الرقم حديث خاص بكتاب الموطأ للإمام مالك ويستحب في الفطر الأكل قبل الغدو وفي الأضحى يعني في عيد الأضحى تأخيره أي تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى وكمل كان باش ينسجم كلامه في هذا الفقر مع السابقة أد يغلس المصلى ودي نرى يعود من المسجد يعود من المصلى لكن قال يعود من الصلاة الصلاة أدى في المصلى أو في المسجد ولكن كأنه تذكير مرة أخرى بسنية أداء صلاة العيد بالمصلى أو صلاة العيدين وفي الأضحى تأخيره إلى الرجوع من المصلى وفي الأحياء وفي أداء هذا المصلى وفي الأحياء يوجد أن يكون بالمصلى الأضحى من الصلاة أداء فطر وفي الأحياء أنه يحزن وفي الأحياء ومن المصلى وفي الأحياء الناس أين عيد الأضحى وهي ركعتان يكمل كان في طريقة متسلسلة يفق نغط باللي فظل في العيد أما ذي العيدة مش طوحة أما ذي العيدة من قرآن صلاة عيد الفطر صلاة عيد الأضحى ركعتان يزاد في أولاهما ست تكبيرات بعد الإحرام ذي الركعتان زواروث بعد تكبيرة الإحرام أذي يخدم تكبير ست تكبيرات فإذا الركعتان زواروث وفي الثانيات ذي الركعتان في السنة خمس بعد تكبيرة الإحرام يعني ذي الظال أذي يخدم خمسة من التكبيرات يعني هذا هو مثل مختصر تجوز بعض الفقرات باش نروح مباشرة قد نشرح الأحكام الفقهية أنفذك مديني صلاة العيد كلمة العيد مشتقة من كلمة في اللغة العربية العود العود والعود المراد به الرجوع يسميس العيد خطر يتسغلد من كل سقواز يعود سمي بالعيد العيد خطر يتسغلد من كل سقواز يتسغلد العيد مشطوح يتسغلد العيد من قرآن من هنا جاءت كلمة العيد مشتقة إذن من لفظة العود والعود المراد بها الرجوع وقد كتب الشعر عن الأعياد كل يونمي وعلى بلكم في العيد ولو نجم ذال سيلينا رقيق لأنه قد تسرون أكثر ذي العيد سبحان الله العيد ذا الفرحة يقينا ذا الفرح وكذا ولكن ما دمشتي الذكريات هي التي تبكيه وتدمعه الذكريات ها هسيني لعيذني عدان ففاثنغ يعجزي ذناغ لعيذك ولاشيث ويضا سيني ذي مثنغ وذي مثنغ وذي مثنغ كل يون آمي ذي العيد ذي العيد أدمشتين غريفن خطر أسلعيد الشوق نذيلي أتفغض وقاذ عزيز فلا كذيرين ييذي كذي عجز ييذي وقاذ يموثن أدح ركتس في اللسن إغريفن إغريفن أدح ركتس في اللسن هاته إذلك نقدش عراطات منهم المتنبي من أروع ما كتب عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد قصيدة رائعة جدا من اللطيفة عامرة بالمشاعر إذن ثور نفهم ذا شو المعنى يس العيد وذي غيس على المعنى النظن معنى التفاؤل معنى التفاؤل ذا السيرم ذا السيرم وولا ذا فيها معنى الفرحة فيها معنى التفاؤل معنى والسيرم وكلمة يقول لفظة يقول تحتمل كل هذه المعاني فلنفهم الكلمة أنا نروح المشروع ينس صلاة العيد طبعا شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بنسبة لي صلاة العيد عيد الأضحى في الآية فصل لربك فصل لربك وانحر اللي هي الآية الثانية من صورة الكوثر وصلاة العيدين في زوج شرعاتها في السنة الأولى من الهجرة النبوية يعني ذوك سقوة أمزوارو ذي اقهوجرن في صلى الله عليه وسلم سيمكاغ المدينة ذوك سقوة أني اتو شرعانت صلاة العيدين وذين الزرام من يعني الأحكام الشرعية في قذيكيو سنتد بشكل يعني مشي في جملة واحدة لأن الوحي أصلا القرآن الكريم نزل منجما القرآن نزل منجما والأحكام التشريعية نزلت تترى متتالية متتالية كل وقت مدي شرع عربي صبحانه أما تزليث أما ذي العيدين أما ذي رمضان أما ذي الحيج أما ذي الأحكام الشرعية النظم إذن متى شريعة صلاة العيدين شريعتها في السنة الأولى من الهجرة النبوية الشريفة ولكن أول صلاة شريعتها ولكن إذن بعد العيد لذلك أول صلاة أدها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفطر صلاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصوم بعد فرض الصوم إفرض الدربي سبحانه فظليث من العيد أمشطوح نغير العيد عيد الفطر المبارك بعد فرض الصيامي رمضان حكمها التكليفي ذي شو حكم الحكم التكليفي لصلاة العيدين سنة مؤكدة وثيقي يعني صلاة العيد أمشطوح نغير عيدا من قرآن سنة مؤكدة تالي صلاة الوطر في التأكيد تالي صلاة الوطر في التأكيد يعني صلاة الوطر أكد يعني أكثر تأكيدا بعد صلاة الوطر أدس صلاة العيدين إذن فهي سنة مؤكدة ما تشيح الحكمين ما تشيح ذي الفرض أم أم صلاة صلاة صلاوات المكتوبات نغام الصيام لا شريعة إذن تشريع نسنت أكد نسنت ولكن الدرجة الدرجة التشريع كلمة جامعة لجميع الأوامر لجميع الأحكام ولكن ذي الدرجة ذي الرتبة مخلاف أنت صلاة العيدين هي سنة عين مؤكدة تأتي أو تالي صلاة الوطر في التأكيد هذا هو المشهور عند المالكية طبعاً عندها غيرين كان يقول عبارة عن سنة كفائية سنة كفائية هناك من قلبي أنها سنة كفائية ولكن تحدث عما هو اشتهر في المذهب المالكي لذلك سبحان الله المذهب الفقهية عشان تقيمون بمكان تجذرت لذلك يصعب أسكس الزيوث العادة اللي هي نغسنة معينة طريقة معينة يقلن تقيمون أنتم مورث من هنا قال الحكام قال الحكام وإلى قراء أخلظ أي غرب لكي الناس لا يفتنون نعطيكم دليل زكاة الفطر لكي نقيم كانت نقيم عادي ما عندنا احتى ايشكال ما يديك شموة ولا بعد ثروية وغلنا الغشي لنوك ديوفان السبا يثلو فا غي المحنان القلقاء وما عادي يوفقه رب نوظام الحمد لله يكفار رمضان ما قريب ذاين ما زال يباس يومين ثلثة أيام أخذين الشيخ وين تسوف الفضران تسوف من قوتي أهل البلد نغمين غالب قوتي أهل البلد ذي سمي ذير ذان صمز ويا ثمور نظر رزق يجوز وين سي سوف نقدا قيمة أهل البلد يجوز هذا يجوز خمس ثواني عشر ثواني عشر ثواني يفرش ما يروح المنهج يعرقه فريد يروح غراي مستوف مستوف نصيحة نرجو أنسير أنسير ما ديس يسو قويس خطر عدى ونظر دوغال ولكن أنسير لأنسير صغل أو سقر ديس يكفى وين ولكن لم يروح المنهج ما ديس يجوز عرقه فريد يرن نستوف مد يوض العيد قولي أنفراح سيدي أنحر استاكم أنفراح أنفراح يسد العيد ويستوف ذا ذريم ويستوف ذا القوث وأنعك ذا خير رباح أنمغافر لا أن نروح للشرعيف أن نروح للثالة زديا أتنسلوغ وتورث إنقورا وين ذكر دمش طوح أدي ففاس سقر ديس مسال لأنس سيكمل ولا حول ولا قوة إلا بله هذا أمر في نصيحة أخرى أن المسائل التي يتعدد فيها الصواب ستظل كذلك إلى أن تقوم الساعة فليس من الحكمة في شيء تضييع الأوقات وتمزيق العلاقات وتبديد الطاقات في هذه المسائل هذه نصيحتي لكل منتصح شروطها ثاشوث شروط صلاة العيد ثمزورث شرط ثمزور الذكورة الذكورة هل يعني بلي ثلوين لا ثلوين في حقهن من دوب حكمها الندب ما الذي ذير جزم يجيب سنة مؤكدة طبعا الحكم يبقى هو هو ولكن أنا نتكلم عن الشروط الشرط الذكورة بالنسبة للنساء وللصبية مش طاح كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عباس هو يقول كان صغيرا كان صغيرا وتحمل هذا الحديث وأدى هذا الحديث في باب التحمل والأداء إذن ثلوين أكذي قرذاني مش طاح في حقهن من دوب فجذا ثرنو ذي الفرحان العيد مدفن وكالنير قزن ثلوين يقول ذنر مش طاح ما شاء الله والحديث ابن عباس أشدنا خارجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى مش طوح هذا يوم يشفى هرقاس فصلى يشفى يشفى فصلى معنى يزوار الزالي ثم خطاب وذي انتظر ذي الجمعة الخطبتان تسبقان الركعتين ما ذي الظالة في العيد مش طوح نغم القرآن صارت العيدين في العيدين الخطبتان الصيغتان موجودتان ذي أنزور ذي الظالي نغم القرآن بعد أنسل الخطبتان فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوَعَضَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ أَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةَ بلا مغرقت بعض الخطب وهي خاصة بالنساء وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةَ إِوُلْهِثِنْتْ أَرْسَاذِقَةَ عَلَى الْإِنْفَاقَ يتدرّب وهكذا في كل قشيشة لا تحسر فيك مئات فراك دينار واحد يأثير فيك دعوة الخير تؤثر فيه أصدقين من العالم الذكرى يصدق في كناس دعوة الخير هذا يحمل الصديقات يحمل الخير الحقيقة الدين لنا سوف يتربي لا نحرش إذا أحسن استثمار ما في ديننا من أحكام ومن وصايا هذا الدين سيصنع الإنسان المتوازن في هذه الحياة ميلا الديننا من فهميث المليح نغرثك نواثا ذنسا رغي فنون أرغي ولهن أرغي رشذن بشد فغوم ذان ذن سلم إنفعن إنفع ثخلقي ثنفع ثوشلتي ثنفع الدوني ثنفع كل شيء وإن شاء الله مريمث أدي جام كانيس زدي ما إلا نفعذ نغ ثروي الفهم النغ ذا شريط إزمار أن نستخدم الدين إثم حقرانيث قد نستخدم الدين بسوء فهمينا لظلم الناس ولإلحاق الأذى بالناس ولتمزيق العلاقات ولغرس الفتن كل ذلك موجود ولكن ما رده إلى الفهم ربي ند في حق سليمان ففهمناها سليمان كنقرف كيد الفهم كل مريغ ريوانا أي غركان أكيد وقيد الدين وذرح ما ربي الشيخ محند الحسين إنه يسدين الدين كل شيء يثم دين كلمة جامعة ننسيو بس الشيخ محند ذا شو ذدين إنه يسدين خمسة ظلّا ذوين اللان هي رسنت واضح الدين ذا شو ذا خمسة ظلّا ذوين اللان هي رسنت ما عندها الأحكام اللي موجودة بين الصلوات هاو كان تصلي للمغرب هاو كان بل مربعيشة كان وقت عصروحك الدين يضبط حركتك في هذه المرحلة في هذه المدة الزمانية الشيخ محمد الحسين هذا الحكيم الذي خلّده التاريخ وهو ابن هذه المنطقة فلسيا فوربي شيخ الشيوخ حكيم الحكمة حينما قيل له يعني ما معنى الدين قال خمس صلوات وما بين الصلوات معنى ما هو فقط غير خمس صلوات الإنسان يكتفي بالصلاة والسلام بعد ذلك لكن قال هذه السروث هذه خدمة شو كيف قال لا خمسة ظلّة ذويني لن هي لسنت حتى وحدك يصل للعيشة صارت اللي جاية هي ايه؟ الفجر إذن هذا أيضا زمن مطالب الإنسان بأن يرعى شرع الله عز وجل وكلا آتيناه حكما وعلما برك الله فيك على التذكير سبحان الله آية عجيبة الفهمة ربي ففهمناها سليمان شوف هذه الهدية هذه النعمة إن شاء الله ربي فهمنا كما فهم سليمان فهمه أما الباقي وكلا يعني الحكم والحكمة والحكم والعين كلا الجميع يحظى بذلك إذا أراد متاح أمور متاحة ولكن الفهمة لا حوله الأقوة بذلك ابن القيم رحمه الله قال نعمة الفهم أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام نعمة الإسلام هي نعمة ربي قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سورة النائدة وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دين ابن القيم نعمة الفهم هي أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام ثم استشهد بقوله تعالى ففهمناها سليمان ثورة نروح إلى الشرط الثالث الشرط الثاني البلوغ البلوغ ولكن في حق الصبي غير البالغ من دوبة إذن هذا شرط شرط الذكورة شرط البلوغ وصلاة العيدين في حق النساء والصبية من دوبة أما ثلوين ما شرط شرط الإقامة الإقامة معنى لغير المسافر مليون فيه سفر مهوش مسافر مقيم ولكن بعيد عن بلد الجمعة كما يسميه بعض الفقهة عن بلد الجمعة أندا تقام الجمعة فمن دوبة إذن شوف الشريعة ساهلة مهلة ميسرة ولا حول ولا قوة إلا بالله الشرط الرابع أداؤها مع الإمام جماعة يعني تؤدى مع الإمام جماعة ومن فاتته صلاة الجماعة يجوز يعني بالعقل يندب أداؤها فذن يعني إذا الظلت للعيد أما العيدا مشتوحة أما العيدا من قرآن أن الظل جماعة وكذا الإمام طيب إما ينفاثيث هذا الشريخ ذن أذي الظل وحدث أذي الظل وحدث أركعتين عن أبي سعيد الخدر رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى إذن نؤكد على هذا والحديث الذي ورد في موطن إمام مالك رقم الحديث أربعمية وتسعة وعشرين يؤكد هذا المعنى يؤكد هذا المعنى هذا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى لأن الناد المصلى ذي فراع ذي الخلاع ذي الساحات ذي الملعب ذي الإصطاد في أي مكان ما يلوامي ما هو لش داخل الجامعة فأول شيء يبدأ به ذي ذي شو سيبذان في صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني ذي ظل ركعتين ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس ذي قبل يعني إمذانا والناس جلوس على صفوفهم ما ما تشيذ كما صنات سمغافاران وهذه موجودة في بعض البلدان هو الشيخ يكمل الركعتين تبدأ صهى عيدك صهى عيدك إلى آخره أو كيف العلماء يقولون هذا ليس من الأدب يعني الإمام الذي صلى بنا إنما جعل الإمام ليؤتم به كيف يكمل الركعتين يا الله ما دم الخطبة المشي واجبة نبدأ ونحرك هل من الأدب أن يغادر الناس صفوفهم أن يترك المصلون صفوفهم فيتغافروا وكذا وليخرجوا وليرفتجا خاصة نظرك في زمن الهواتف النقالة يكون مصمين بعد الموسيقات وكذا والاتصالات والإمام يخطب ليس من الأدب لأن الشريعة تعلم الأدب والذوق مدينة الشريعة سواء الواجبات أو السنن المؤكدات أو السنن العادية أو المستحبات كل شيء هذه هو الشريعة سيئة الشريعة من فغى فعلا ولا تصرف لذلك يقولنا ميرانا ونؤكد على كتاب الموطأ مثلا تعليم مالك يقول عنه العلماء بإجماع أنه كتاب حديث خطر يروي الأحاديث وفقه كي الفقه وأدب وأدب إذن ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس مقابل الناس يثني قافل وهو يخطب أمامهم والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم والحديث صحيح متفق عليه واللي فاتوا صلاة العيدين جماعة يصليها فذا فردا منفاردا ونفاث الحال ودي الحقرة ظليث من العيدة ذا شريخ ذم آذي الظل ركات وحدس الحديث ذكرناه حديث رقم 427 عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة رابعة نقطة الرابعة وقتها ملميذة وقت ظليث من العيدة عند حل النافلة عند حل النافلة وينتهي وقتها بالزوال مد يوض وقت الزوال إن يكفر الوقت متظليث أما ذي العيد ثم قرانت إما يقول لنا بعد الظهر هذه غرمت الظليث العيد الجواب لا تقضى إذا فات أوانها وارتغ الرمارة ففي صلاة الجماعة هذه الظل وحدس سركعتين هذه الظل وحدس عادي ولكن قبل الزوال ذاين ما يعدى الزوال أخلاص انتهى ولا تقضى هذه الصلاة لكيف ينس حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر وصلى فصلى ركعتيني لم يصلي قبلها ولا بعدها فقذاغ ملاحظة لأن هذا يصد الشم صارت العيد هذه الشمار الجماعة هذه كمصر يخدم النفيلة هذه يخدم الظوحى وهذه يخدم والعيد الذكر عم لذلك يمزهور النغ عمرا الوقت سوى شو س الذكر الذكر تعليق صلى الله عليه وسلم أين كي دشفا أين كي دنشفا أه قسل عيد أين سل حاجة ثم زوروث أتذكرن زيكو السعين ناري وغدك صوت الله يبرك ثوذرين الله يبرك بسم الله ما شاء الله ثوذرين أمك أتذكرند أتذكرند التسبيح صيغ المعروفة الواردة المهم أن نذكر أقلع ننسبح ونذكر الله مين بضغ الجامع كيف كيف أن نذكر جماعة الذكر الجماعي يجوز يلهى يتساكو لذي الشباحة إلى عيد كيف أن نقوم بالجامع ونقوم بالجامع ونقوم بالجامع أتذكر 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 إلى آخر مين بضغ الجماعة شرع النغ يزرع ذي نغ روح الجماعة شرعنا يزرع فينا روح الجماعة والإنسجام والتناغم والتآلف العكس يخالف هذه المقاصد يقوم بالجامع ونقوم بالجامع ونقوم بالجامع سبحان الله والحمد لله ونقوم بالجامع الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والله الحمد أغي إله وغي إكشفحا مايلا نذكر وذلك لن تطرق كثيرة وكلها مشروعة إما الإمام إذنة ساعة يذكر أي واحد بالصوت سبحان الله والحمد لله وبعدين يرددون وراءه هذا فرق هذا فرق لكي يستراحوا معاونا وكذكران بالتناوب كل ذلك مشروع ومقبول أيها ثمثني وذمر ربي أنج كان جمال هذه الشعيرة كثيرة يتحقق بالذكر أخذا في الحسبان أن الله كلما ذكر الأمر بالذكر إلا وقال كثيرا يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مدف ذا ربي الذكر ديني كثيرا 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 وغيجع الله ربي ممن يذكرون الله كثيرا والناس يتدربون يتعلمون لا أدري الله يرحم الشيخ حمود حنبليث في السيافة وربي كان في مسجد لا لا سعيدا ليسي زيوزو ما يتظل في جردين يعلمهم الأذكار الأذكار ويرددون وراءه الآن عندي شهادات من هؤلاء الناس والله ما نعرف حاجة ذكر إطلاقا والسين والذي والحديث نحفظها في الشيخ حمود مين كثرة التكرار مرة أخرى القرآن يكرر يحفظ ويرسخ وكذلك وكذلك كذلك لأننا كنين غرار المدرسة الفرنسية ما علي بل نبوله هذين تعالى أسمك شمان الظلم السين يتعلم وتعلم أحاديث وأذكر كثيرة وهؤلاء الناس ذكروا لبعض الأحاديث طويلة بخذ الشيح فضاء مثل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وبعدين سعوا ذنب خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هناك سفضغ عشرات الأدعية لكن يجي واحد يقول له يا شيخ لا يجوز بدعا يا الله يا الله عجيب أمر هذه الدنيا عجيب هذه وسائل هذه وسائل الوسائل لا حكم لها الأحكام تتعلق بالمقاصد ما هو مقصودك أشو تقصده ممكن تكرر يديروا الحزب الراتب ما معنى؟ ذا شو المقصود؟ ما قلحتى واحد بشر بيغفر لك لازم تدير حزب الراتب ولكن شي قرباش تحافظ على القرآن حزب الراتب القراءة الجماعية أما تصحيح القراءة ما الترسيخ وكذا وذكرنا الشيخ الشعراوي ونكرر ولا نمل الشيخ محمد بولي الشعراوي اللي الله يرحمه برحمته الواسعة بعد الاستقلال يساد على رأس البيعثة الأزهرية اسمك تي وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين نسند الأزهريون علماء سنة بعد الاستقلال نحواج ثمو سنين وسان سي الأزهر الشريف نتساينيك نكارغوري ولا شو كحطنا والاربي فرنسا تقيم القرن وثنين وثلاثين سنة قال كما مكحت وحد يحفظ القرآن شو كون يحفظ القرآن الزوايا دمرت والمساجد أغلقت وخربت شو دي قيم القرن وثنين وثلاثين سنة من الاحتلال الفرنسي غاشم إن هناك القرآن يوضا رمضان إن هناك الناس تصلي من ذاكرتها من حافظتها يعني الأئمة يصلي وصلى التراويح من الحفظ الحمد لله أم بعد نتسا إن هناك اسمي ولا خدم الحزب الراتب إن هناك ثورة الدركة السر ثورة الزريغ السبا حتى وقت الثورة المجاهدون في الجبال ربما كثير من الناس ما سمعوها أتسقار من القرآن الكريم ديدنا الدخل تحارفنا فرنسا وبعدين الناس يمزور الجدود ساعا في السمين في الدين ساعا في السمين في القرآن أنعاما وسعي نرى الوسائل لكين تسيذي لثورة حكا انت ما شويتو اسداء وذاء يون ذاكي ذا ميسنتمورث يغرى القرآن يحفظ القرآن بعد الاستقلال يوث ذا فس يروح الميذ الزير في الفافور أذي يروح ذا غريف يوصط ذنا ميك روح ذلك بالفافور إنه يسمين كين يصحفظ غاكي القرآن تحفظ القرآن ثلاث روح الغرفة أغدو ظذري مقلق الخوص ديه ليلة الفقارة ولكن حذرك روح القرآن إذا اسمي روحك القرآن شو تغلره وكيح وجاره أرقز أجد في السيافة ربي ثلاث موث إذا من المي روح قد غفل وكيح وجاره الوصية ديه الغرفة إنك تكرره تكرره وغفل غرفة في القرآن إذن إذا مثلا إمزورة جندة ثلاثة يا أفو ربي أي المزين بوسا أكندفك غيوث الله يغيوث من ربي غرطة سفهمت سورة الحشر الآية عشرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان آية ميتين وسبعة وثلاثين من سورة البقرة وَلَا تَنْسَوَ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَرْثُتْتْ شُوثْ لَفَضْلِ كُنِي شَرْخٍ سُنَنْوهَ وَمَنْ دُوبَتْوهَ تمزورة التكبير قبل القراءة شوف التكبير قبل تظلي في لا التكبير الإمام يدخل في الصلاة في الركعتين التكبير في الركعتين الأولى ستة تكبيرات زائد تكبير الإحرام بعد تكبير إحرام فالركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبير القيام بعد تكبير القيام مصحح الأولى تكبير الإحرام الثانية تكبير القيام السنثي السنث يقاعوها في المصلة وقد أشرنا إلى هذا يعني خارج المسجد يعني في الساحات العامة دي الخلادي إلى آخره وطبعا وهذا يعني الإمام مالك نسيغي ديب والمذهب المالكي هو عامل أهل مدينة وهو ما استقر عليه وما جرى عليه في المدينة المنورة المدينة الثانية للوحي إذن هو عامل أهل المدينة ثلاثة رفع اليدين في تكبير الإحرام فقط تكبير الإحرام الله كبر بعد ذلك نكونوا ياللي صلى لكي نرفع الحرج في كل مرة ياللي صلى بالسدل ياللي صلى بالقبض صلى برك تفضي يا ربي ياللي صلى بالك بممارز الموالات يعني بين التكبيرات التكبيرات من غير فاصل يعني يدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني بلا الفاصل ما يفسغش بيناتهم ولو بذكر يعني ما يقولش الله أكبر وبعدين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا الموالات بين التكبيرات من يجي هذا عمل أهل المدينة هذه من الأمور التي ترى وتسمع وتبصر خطر مدينة عمل أهل مدينة ولقابد ماذا حمل أهل مدينة معناها مدينة الوحي نزل فيها الوحي أشحالق عاشهم الصحابة وذن ذي المدينة المنورة أي نخدمنا تواتر عادي وإذا تواترت هيئات أو تواتر عادي تواترت وبعضها اختصت بها المدينة المنورة عمل أهل المدينة ذي نقل الله مدينة الوحي لذلك الإمام مالك يعتبر عامل أهل المدينة يعتبر عامل أهل المدينة الصوت يعني في استقراءة صورة الأعلى توالهم يعني ركع الأولى دي غصورة الأعلى والغاشية بعد الفاتحان والشمس وضحاهان والليل إذا يغشى إلى آخره وإذا قرأ بغيرها لحرج سؤاد النغال خطبة العيد خطبة العيد يندب في العيدين خطبتان إذن ليس على سبيل الوجوب كما أشرنا ليس على سبيل الوجوب ولكن هذا ما يطفل سورة دينيون ماذا يندبون سورة كده النظر وقال قال الأدب من الأدب ينس على العذريس ينصرف ينصرف يسعى العذريس يهلك يهلك وإذا قرأ الدفع ينصر يفرض نظاما على الجماعة أكد أكد وإذا قرأ وإذا قرأ صدقوني أجمعة الخير ما ديني أقول لك ربي يعلم من بابا ينصرف الدعوة الخير يمزورا والله غير عيشنا السنوات والسنوات في سعادة لا توصف ونسعلك المشاكي لك غلا من اللهم الظيث يريم غارا عادي في سكينة وفي احترام والتقدير أين ديني وفي سنوات تخدم الجماعة سنوات وفي سن عادي وذي لي سر بعد ما قد ربي فيه مراجعات كثيرة ولكن أين كي يخدم يسعى الأصول أين يسعى الأصول لكي يقرأ ونطور يمكن نغراء نغراء شريعة نسعى الجامعات لا السن كان القدر ميرض ربي سبحانه أتسعى القدر أم بعد يندبوا في العيدين خطبتين بعد الصلاة كخطبتي الجمعة عادي أم مثل الجمعة يفصلوا بينهما بجلسة جلسة الاسترحان يخدم الإمام نغراء الخطيب بين خطبتين وهما مكدن الحكم السنة ما هو واجبة مش الواجبة مش الواجبة ما يليونيز ما يليقي ما يليس على ذر يروح يذهب بنفسه بذاته والسلام ويدعى الجماعة في هذا المشهد المنسجم المتناغم ذر يقم كانك يشفح يملح ذر من المندبة السعان الخطبتين بتكبير تكبيرت بلا حد نغموله تسعة قبل الخطبة السبعة بعدها والد الشيخ يغرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر من المية يفوق تكبيرات يعني بعد ما يفوق الخطبة هذا يختم ذر سبعة بعدها بسبعة وما يخدم ما كثرنا أقل ليس في ذلك حرج إلى أقل اعتماد على العصة لقد هكوست لذن غالما ذا كوزني أذيلي أكبر هكذا أي غالجوة مع النغو كديدة للجائر كامل إلا العصة يتكي عليها الإيمان هكذا كانت زمن نغ نغ زمن وانتوا لخط زمن نغ ضع روح إذا قام بعد يعني تصنديز من نغ شوية الخير إن شاء الله يعني روح تكنس العق إلي عني والله مفكغ في الملاحظة تقل من باب ننشر النور فقط ذي الفهامة ذي الحذاقة ذايا والظرف يوحذيق الظرف يوحذيق أين كيد نقار سلح مال سلقدر باش أنمي عقل كان ذا ثم باش رب دي والي استيطن الرحمة استقبال الخطيب خطب يخطب استقبله نستقبله وذن هذا من الاحترام والتقدير ذي كل شيء التكبير ما يكبر الخطيب نكبر مال الخطيب سرا أفضل هذا يكبر كنسة نستمع ونردد معه سرا ثورة في حديث خرجوا الإمام مالك في موطئه قبل من نروح لصلاة الكسوف رقم الحديث 427 لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحاء نداء ولا إقامة بمعنى ولش لذن ولش لذن ولش الإقامة يبسيون يقيم ذي فالراغ سقرنا السلغي اللذن بعد هذه الشمعة خطر ولف هذه الجمعة ورش ما رغل ميسا اللذن والسين يقيم سقرنا كلمس لغي اللذن طبعا ألمي ولا الغش فان آمي كيف الظل صحي هذه فالراغ بش يعني إذن ولش لا نداء ولا إقامة والسلم قد قامت الصلاة مباشرة الإمام مكانت يستوون منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وكي كلام الإمام مالك ديقار أرثور وهكذا أرثور لما سنجر الدنيس قال مالك دعش دينا وتلك السنة التي لاختلاف فيها ديقار يعني هذه نفكية هدية ديقار لاختلاف فيها عندنا